أدانت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج هذه الهجمات التي استهدفت منطقة مصفح ومطار أبوظبي الدولي مخلفة ثلاثة قتلى والعديد من الجرحة وتقدمت الجزائر بأخلص التعازي لعائلة الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين كما أعربت عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات مجددة رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد والمنطقة دعاية تجنيب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة